النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي نربط حساب البنك الخاص بنا بحساب جوجل ادسينز وهنعرف ازاي الخطوات كلها ان شاء الله النهاردة. وعلوة على كده وده الاهم هنعرف ازاي ان احنا ندخل بياناتنا بالشكل الصحيح. اهلا بكم الى اخبار كل سنة وانتو طيبين وان شاء الله تكون ايام كلها خير وسعادة علينا كلنا مسلمين ومسيحيين ان شاء الله يعني. اه الملحوزة اللي انا عايز اقولها قبل ما ادخل في الموضوع النهاردة هي بس يعني حاجة كالعالة دايما بقولها في الحاجات اللي هي بتبقى مهمة. طبعا انا بطلب منك تركيزك رقم واحد لان الموضوع يعني ما فوش استعجال. والحاجات اللي هي بتخص اليوتيوب عموما احنا بنحاول نقول فيها التفاصيل الكافية وبنحاول ما نعديش اي سارة بحيس ان انت نفسك تتفادى اي غلط. فبس اللي انا بطلب منك هو حتة التركيز اه الكافي. فحاول ان انت تسمعني اه كويس يعني. تاني حاجة وده الاهم موضوع الحساب البنكي دوت احنا واحنا شغالين دلوقتي مع بعض. طبعا كالعادة هقول النصايح وهقول الحاجات اللي احنا هنوقف عندها بس اثناء واحنا مشغالين. في يلا بنا نبدأ الجرح عن كيفية ربط الحساب البنكي بحساب جوجل ادسينس. اول حاجة حضرتك هتعمل ان انت هتفتح متصفح جوجل الخاص بيك. وهتكتب كلمة جوجل ادسينس وبعدين هتختار تسجيل الدخول على جوجل ادسينس او هتكتوس هنا على كلمة جوجل ادسينس اللي هي قدام مننا ديت. بعد كده بطلعنا طبعا الصفحة اللي هي مألوفة بالنسبة لنا اللي هي بتاعة جوجل ادسينس. بلاقي هنا على الجزء اللي هو على ايدي اليمين اكتر من كده قدام مني. هختار منه حاجة واحدة بس اللي هي اسمها الدفعات. هضغط عليها بالشكل دوت. بعد ما بضغط على الدفعات بيطلع الويندو اللي قدام مننا ديت. بلاحز هنا حاجة مكتوبة قدام مني اسمها طريقة الحصول على دفعاتك. ومن هنا من الجزء المستطيل دوت بلاقي كلمة تحت كده تحت منها اسمها اضافة طريقة دفع. هضغط عليها كليك شمال من خلال الماوس. بتبدأ تظهر لي الويندو اللي قدام مننا ديت. هنا بيقول لي اضافة طريقة دفع اللي هي قدام مننا ديت. وفيه هنا قدامي الخيار الاولاني اللي هو للتحويل الالكتروني. والخيار التاني اللي هو خاص بالشيكات. طبعا احنا موضوع الشيكات دوت مناش اي علاقة بيه. وعشان بس يعني انا خايف بس ان حد يسمعني يختلط على الامر. فمش هخش في تفاصيلها قوي. ولكن موضوع الشيكات دوت اللي هو انت بتتعامل بشيكات. ولكن يوتيوب بيتعامل معك بنزام التحويلات على حسابك البنكي. فبالتالي هنختار الخيار اللي هو الاولاني اللي هو اضافة تفاصيل الجديدة للتحويل الالكتروني. هعلم عليه بالموضوع بالشكل دوت. بمجرد ما بدوس عليه بيطلع لي على طول الويندو اللي قدام مني ديت. اوتوماتيك بتظهر لي. وبلاحظ هنا عندي كزا خيار. بس قبل ما ندخل على الخيارات عايز بس اقف على حاجة هنا. هنا بيقول لي لترك العواية الى اخره. وبيقول لي هنا يجب ان يتم انشاء الحساب المصرفي في مصر وبعملة دولار امريكي. طبعا يعني هنا عشان بس الناس ما تفهمش الموضوع غلط. كلمة بعملة دولار امريكي ديت هنوقف عندها بس معلش يعني اقل من ثواني. انت هنا ما يشتردش ان انت تكون عامل حساب بالدولار الامريكي. يعني انت بروح تعمل في البنك. مش شرط ان انت تكون عامل الحساب بالدولار الامريكي. ولكن يكون شرط ومهم جدا وبأكد عليه ونحطها كده قدام عينينا. ان انت تكون عامل مع الراجل بتاع البنك تكون بأكد عليه يعني. قل له انا عايز الحساب بتاعي يقبل تحويلات بالدولار. بقولها تاني وتالت. وانت بتروح تفتح الحساب بتاعك. بتقول له انا عايز حساب بنكي يقبل تحويلات بالدولار. وبالمناسبة انا واحد من دومن الناس اللي عاملوا بالجنيه المصري. يعني انا مش عامله بالدولار انا عامله بالجنيه المصري. وبيقبل تحويل بالدولار. دي اول ملحوظة وقفنا عندها كده. ننزل هنا تحت كده شوية بقول هنا حاجة عندي اسمها معرف المستفيد. وبين وبين كسين كده كلمة اسمها اختياري. اي حاجة قدامها اختياري مش مطلوب من حضرتك التجويد. يعني ما تجودش من عندك. الحاجة اللي معمولة اختياري اسكب عليها عديها خالص ما تشغلش بالك بيها وما تجودش من عندك بقرر. هتنزل بعد كده على الاسم على الحساب المصرفي. الاسم على الحساب المصرفي اللي هو اسمك انت. انت اسمك ايه فهتكتبه. ولكن ملحوظة برضو انت هتكتب الاسم بتاعك باللغة الانجليزية وليس اللغة العربية. بقرر يا فندم الاسم بتاعك هتكتبه باللغة الانجليزية مش باللغة العربية. فاختصارا للوقت كده انا بس مجهز كده يعني حاجة هنا ادي اه البيانات بتاعتي انا مجهزة اختصارا للوقت يعني. فهتكتب اسمك كده باللغة الانجليزية زي ما انا كاتبه كده. انا اسم حسين عشور الاخيره. فانت هتكتب اسمك بالشكل دوت. بعد كده هنا بيقول لك اسم المصرف. اسم المصرف دوت اللي هو قصد به اسم البنك اللي انت عامل فيه العكاونت بتاعه. سيان القاهرة. سيان الاسكندرية. سيان بنك مصر. ايا كان اسم البنك. هتكتب له برضو اسم البنك هنا. برضو اختصارا للوقت. انا هاخده كده. طبعا انا بجري اختصارا للوقت. تمام? بعد كده بيجي بيقول لي هنا عايز حاجة اسمها رمز او وهو المقصود به. ايه اللي دوت? وبرضو ده من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا نقف عندها. الاسويفت كود دوت بيكون مختلف عن بنك لبنك. وربما يكون مختلف من فرع الفرع. يعني بمعنى ايه? يعني بمعنى المسلا لو بنك مصري دوت. في فرع في العبور وفي فرع في شبراء وفي فرع مثلا في الحدايق. فبتلاقي كل فرع لي اسويفت كود بتاعه. طيب انا عشان ما حيرش نفسي واحط اسويفت كود بتاعي دوت بشكل صحيح. هتتصل بخدمة العملاء. اضمن ليك وبالتالي هما اكتر دراية منك ومني. فهتقول لهم لو صمحتوا بعد ما تتصل بهم. يعني لو صمحتوا انا عايز السويفت كود بتاع الفرع اللي انا عامل فيه الحساب. فهيبدأ يملي لك السويفت كود. او لو انت بتيجي تفتح الحساب بتاعك. هما بيدور ورقة زي ديت كده. يعني انا مش عارف هي هتبقى ظاهرة ولا لأ. ولكن انا هورها لكم في المونتاج هتطلعها لما ظاهرتش يعني. الورقة ديت بيبقى مكتوب فيها الداتا كلها. السويفت كود وكل حاجة. فسيان كده او كده برضو لو انت مش متأكد ارجع تسل بخدمة العملاء. هيقول لك السويفت كود بتاعك. بعد اما بتكتب السويفت كود الخاص بيك او الخاص بالبنك نفسه او الخاص بفرع البنك نفسه. بتيجي بعد كده على حاجة اسمها يقولك رقم الحساب بسيغة الاي بين. وهنا برضو نقف مع بعض لان دي من ضمن الحاجات المهمة. في بعض يعني يعني انا مش عايز بصراحة ان انا اتكلم عن غيره. ولكن في بعض الشروحات عموما بيقولك حط رقم الحساب البنك بتاعك اللي هو تعريبا مقاوم من 16 رقم. وده يا حضرات كلام خاطئ. الرقم بسيغة او بمعنى تاني دوت برضو رقم البنك نفسه هو اللي بيدهولك. وبيبقى موجود في نفس الورقة اللي انا وريتها لكم. اللي انا برضو هزهره لكم في المونتاج. الورقة ده بيبقى مكتوب فيها الخاص بحضرتك. ومكتوب فيها بتاع رقم الحساب بتاع حضرتك. فبكرر يا فندم هنا ما يقصدش رقم الحساب الخاص بيك. هو اه رقم الحساب بكل حاجة. ولكن بسيغة البي اي ان. زي ما هو كتابة كده. عفوا بسيغة الاي بي اي ان. خلاص يا فندم? مهم جدا الموضوع دوت. وياريت نتأكد منه. وياريت من فضلك يعني عشان ما تعقوكش الدنيا. تقرأ اللي مكتوب كويس. وده انا مش باخترح حاجة من عندي. وبيقولك رقم الحساب بسيغة الاي بي اي ان. خلاص? انا برضو اختصارا للوقت هاخدها كده سريعا. ادي كده. وبعدين هحطها كده قدام حضرتكم. ننزل تحت بعد كده. بيقولي قاعد ادخال رقم الحساب. اللي هو بسيغة الاي بي اي ان. برضو انا هعمله كده سريعا كده الكتابة. بعد ما بخلص خالص. وبعد ما بكتب له الرقم بسيغة الاي بي اي ان. بعد كده هنزل بالموش للاخر خالص. هلاقي عندي حاجة هنا اسمها حفز. هضغط على حفز بالشكل دوت. زي ما احنا ملاحظين كده هو كده بيبدأ يعني خلاص هو كده عمل بتاعته. ودي كده الحساب بتربط الحمد لله. ما فيوش اي مشكلة خالص. وبالشكل دوت نكون انتهينا من موضوعنا. ولكن في هنا حاجة عايز اقولها يعني عشان الناس ما تطلعباتش. الناس اللي هي القديمة اللي على اليوتيوب. اه يعني بيبقى عندها هنا حاجة هنا عندي كلمة الاساسية ديت. معنى كلمة الاساسية. اللي هو ده الحساب الاساسي بتاعك. اللي هو اه يوتيوب او جوجل هتبدأ تبعطلك عليه الفلوس. فلو في اكتر من اه حساب هنا موجود يعني انت لو ضايف اكتر من اكاونت بتلاقي بس الخيار بتاعي الاساسية دوت فيه كده زي سامس غير بتقدر تعدل منه الحساب اللي انت عايزه اساسي بحيس يتحول لك الفلوس بتاعتك عليه كل واحد وعشرين يوم تقريبا او كل نهاية شهر. وباللاحظ هنا حاجة اسمها هنا كلمة حزف وهنا كلمة تحرير. حزف تيت لو انا عايز احزف الاكاونت اطلاقا. وتحرير ديت لو انا عايز اعيد تصحيح حاجة انا غلط فيها. بكده اكون انتهيت من موضوع النهاردة. اتمنى طبعا لو حاست ان انت استفدت من المحتوى ان انت تدعمني لايك وسبسكرايب. وتفعل زر الجرس بحيس ان شاء الله يقدر يوصلك كل جديد منها. مشكركم جدا 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 جدا. والسلام عليكم.